السلام عليكم ومرحبا بكم معي مرة أخرى في القناة اليوم غادي يكون الفيديو قصير ومختصر في تشكيلة من الحلويات اللي سبق لي وقدمتها معكم فأنا احطيت البرحة للصورة في المنتحدة لكن بعض الأخوات اللي كيدخلوا للإشعارات وما كيدخلوش لليوتيوب هنا غادي نشارك معكم يعني الحلويات اللي أنا غادي نقصرها عليكم إن شاء الله للعيد ما زال الحال لكن حبيت أنني كل مرة ندير معكم تشكيلة من الحلويات اللي غادي تكون سهلة ومبسطة وبمكونات يعني شوية شوية من الحاجة حتى غادي نديرو بلاطو يكون هماوي أو لا راقي فاخر أو لا بريستيج بهذا الشكل هذا غادي نترك لكم قاع هاد الحلويات في لابغدينفو أول حلوة عندنا دوازقتين اللي غادي تكون فيها بيضة وحدة 125 جرام تعزبطة وبالفلون تعال فخيز كتعطينا 35 حبة هاد الطابعة نتمنى أخوتي أنكم تشريوه لأنه كيجيش كل ساعو جميل في الحلوة هنا عندي النوقاء بالزنجلان اللي درتها بالشوكولاتة البيضاء وكذلك بالشوكولاتة السوداء فحسا هي كتعطي جمالية للبلاطو فغادي نترك لكم الرابط نتعها في أسفل الفيديو عندي بريستيج باللوز والنوقال اللي بربع كيلو فقط كيف ما شفتوا معي كيجيش كل ساعها جميل وآنيق وكتجي رائعة في المداق فحسا هي أخوتي غادي نترك لكم الرابط وعندنا حلوة بردة لغادي تكون حلوة البيغاميد بالبيستاش كيف ما ممكن تدروها بالشوكولاتة البيضاء هاد البيغاميد الأخوات اللي خلوا لي تعالق أنه متعيب فغادي ندر معكم وحادي شكل ترقبوني دائما في الجديد والحصري على قناتي كيف ما عودتكم اللي غادي يكون سهل ومبسط في حلوة البيغاميد ان شاء الله يعجبكم هاد تشكيلة هادي من هاد الحلويات أنا حبيت أنني نقدمها بهذا الطريقة هادي وترقبوني كذلك في حلويات اللي غادي نقدمها مبسطة سهلة شوية شوية من الحاجة وغادي نتحصلوا على بلاتو فاخر وكذلك بريستيج إلى اللقاء في وصفة من وصفاتي ترجمة نانسي قنقر